أهلا بك مرة أخرى أحمد دالبقري نائب رئيس التحادط طلاب مصر وأبدأ معك أسباب المظاهرات التي اندلعت بهذا الشكل مع بداية الأسبوع الأول بعدما تأخرت الدراسة بالنسبة لجمعات ثلاثة أسابيع ما هي الأسباب؟ يعني خلينا في البداية نوجه تحية لكل طلاب مصر وطالبات مصر الذين يعني هذا الأسبوع بالتحديد أسباته أنهم لا يستطيع العسكر كسر لجمعات الطلاب داخل الجمعات المصرية يعني أسباب التظهرات والغضب الطلاب داخل الجماعات أسباب معروفة واضحة أن ما زال العسكر يمارسون العقلية العقيمة التي تمارست من الستانيات وهي اعتقال الطلاب وقتل الطلاب داخل الجماعات العسكر السنة دي استقبلوا العام الدراسي باعتقال في يوم واحد يوم الجمعة قبل بداية العام الدراسي بيوم واحد اعتقلوا 85 طالب من بيوتهم قبل بداية العام الدراسي يعني أنت منتظر من طلاب الجماعات هنا يتم اقتحام أكثر من 2050 بيت من بيوت طلاب الجماعات بس في اسكندرية تم اقتحالي في الوقت مصرية أنا هؤلاء لحظاك الأرقام الضخمة والبشعة اللي تؤكد على أن ما إجرامه العسكر في حق طلاب الجامعات المصرية هذا العام ومن بعد الانقلاب إلى الآن لم يسبق في التاريخ ولا في أي دولة في العالم ولا في أي عهد من العهود ما تم إجرامه في حق طلاب الجامعات المصرية خلالنا نقول مثلا الأسبوع الأول بالتحديد بس الأسبوع ده الأسبوع الأول في بداية العام الدراسي هذا العام عدد المعتقرين من طلاب الجامعات المصرية 219 طالب جامعي 219 تحديدك وقلتو 195-219 أنا هؤلاء حظاك بالأيام يوم السبت 11 أكتوبر تم اعتقال 71 طالب نقول نوفقا منظمات حقوقية يعني خلالنا نقول يوم السبت بس يوم 11 أكتوبر تم اعتقال 71 طالب يوم 12 أكتوبر تم اعتقال 53 طالب يوم 13 أكتوبر تم اعتقال 18 طالب يوم 14 أكتوبر تم اعتقال 62 طالب يوم 15 أكتوبر تم اعتقال 16 طالب والأرقام بتتزايد كل يوم اعتقالات وقتل وقمع داخل أروحة الجامعة خلال نقول من الحراك برضو أن الاعتقالات مش على جامعة واحدة ولا كلية واحدة ولا جامعة مثلا يوم 11 أكتوبر ده اللي فيه 71 مؤتقل جامعة القاهرة كان نصيبها من المؤتقلين 13 جامعة الضميات 2 جامعة هلوان 5 جامعة قفر الشيخ 6 جامعة قناة السويس 2 جامعة الفيوم 6 يعني أنا والحراك ما فيش جامعة معهد التعاون 2 جامعة الأزر 6 جامعة بنها 2 جامعة السويس 2 ما فيش جامعة في مصر في الأسبوع ده بالتحديد إلا وكملها معتقل أو مصاب أو مطارد في هذا الأسبوع بالتحديد خلنا بنقول إن الأسبوع بس أسبوع واحد حصيلتهم 219 طالب اعتقالهم العسكر في هذا الأسبوع خلنا نرح لك بقى الإحصائية الكبرى منذ الانقلاب العسكري للآن علشان بس الناس اللي تسمعنا وقولوا إن طلاب الجامعات بيتظاهروا ومش ملتبهين للدراسة ولا لأي دراسة بيتكلموا عنها وهذه الأرقام اللي ما شفناش في أي حتة في التاريخ الأمر الآخر عدد مثلا من منذ الانقلاب العسكري إلى هذه اللحظة عدد الطلاب الذين قتلوا داخل أروقة الجامعات المصرية وخارجة منذ الانقلاب الآن 208 طالب. عدد البنات اللي قتلوا يعني العسكري الرصاص مفرقش من ولده بالن عدد البنات من بنات الجامعات اللي قتلوا 6 بنات. عدد الطلاب اللي قتلوا داخل حرم الجامعة 20 طالب قتلوا برصاص الجيش والشرطة داخل حرم الجامعة داخل حرم الجامعة كمان الأزهر قتل منه ثلاثة داخل حرم الجامعة القاهرة واحد عدد الطلب المعتقلين الى الآن منذ الانقلاب العسكري إضافة الى 129 طالب عدد الطلبة 200-285 طالب على مستوى الجامعات المصرية كلها عدد الأحكام اللي صدرت في حق طلاب الجامعات الى الآن 2273 سنة سجن على طلاب الجامعات المصرية الطلبة المعتقلين حكم عليهم مجموعة أحكامهم 2273 لم تكتف العسكر حتى لا بالقتل ولا بالاعتقال وبالقمع يعني أرادوا إجرام أكبر في حق طلاب الجامعات فحكموا على ثلاث طلاب من طلاب الجامعات بالإعدام نتيجة التظاهر وخرق قانون التظاهر الغرمات اللي احنا دفعناها طلاب الجامعات الى سلطة الانقلاب العسكري 15 مليون جنيه غرمات أي جامعة بتتكلم عنها وأي تعليم تتكلم عنه وأي مرحلة تعليمات بتتكلم عنها هذا الإجرام في حق طلاب الجامعات إذا جئنا على إثر ذلك فيما تعلق بإقرار المجلس الأعلى للجامعات لللايحة الطلابية الجديدة وسطة اعتراضات من قبل أكثر من عشرة اتحادات طلابية حكومية لماذا هذه الاعتراضات؟ يعني خلنا أقول أن أنت النهاردة لو كان طالب في جوة الجامعة لو أنت عاوز تعبر عن رأيك داخل الجامعة أو حتى تعمل نشاط طلابي داخل الجامعة أو حتى تعمل أسرة طلابية داخل الجامعة فاعلم أنه أنت كطالب جامعي لم يكن لك مكان داخل الجامعات المصرية يعني هذه اللائحة بتجعل من الجامعات المصرية معسكر لأمن المركزي داخل الجامعة ولا تجعل لممارسة العمل الطلابي داخل الجامعة أي شيء يعني ما بنقصين كده اسمها اللائحة الطلبية الأصل الذي يضع اللائحة الطلبية هم صاحب الاختصاص في وضعها صاحب الاختصاص في وضع هذه اللائحة هو الطلاب وهل إحنا بنخترع عجلة جديدة أو سنة جديدة بنعملها إحنا بعد ثورة 25 نناير أسقطنا لائحة 72 هي لائحة السادات ومبارك وجينا عملنا لائحة 2012 هي لائحة إحداث الطلابية اللي هي الطلاب عملوها بأنفسهم اللي هي بتؤكد على حقية الطالب في المواصل العمل دون أي تدخل من أي جهة دون أي تدخل وأنا كنت موجود في عضو في اللائحة وكنت موجود مع الدكتور يشام أندير رئيس الوزراء والدكتور ووزير التعليم العالي حينما قررت اللائحة الطلابية لم تتدخل الدولة في وقت أنا ذلك بتعديل نص وحتى كانوا مصرين على بعض النصوص إدارة رعاية الشهاب وإحنا كطلاب رفضناها واستجابت الدولة في السنة الماضية بعد الثورة إلى إرادة طلاب وهذه المرة تم رفض كل مقترحات الطلاب من الاتحادات الطلابية حتى الموالية للإنقلاب العسكري تم رفضها بالكامل حتى المعسكر سيد عبدالخالق عمل للطلاب في معهد أبو قير في الإسجدارية وزير التعليم الإنقلابي لما عملوا فيه أبو قير الطلاب اعترضوا على الطريقة اللي تم إدارة بها تعديل اللايحة والاتحادات الطلابية سجلت اعترضها وأصدروا بيان مشترك من 12 اتحاد طلابي على مستوى الجمهورية ممثل ليه 2 مليون طالب على مستوى الجمهورية ومش الاتحادات الطلابية بس هنا عندنا الأسر الطلابية كل الأسر الطلابية في مختلف الجامعات بتقول أن هذه اللايحة لأحد أمن الدولة ما أبرز تعليقاتكم أو ملاحظاتكم على هذه اللايحة؟ كتير جدا أولا لو أنت بتتكلم على الجانب الإداري والمالي وأغلب الاختلافات على الجانب الإداري والمالي ليه؟ لأن اللايحة دي تسحبت كل صلاحيات الإدارية والمالية من الاتحاد الطلاب وعطتها إلى لدارة رعاية الشاب أصبح الاتحادات الطلابية مهمشة لا قيمة لها لا طائلة منها ولا فئدة الذي يستطيع أن يتحكم في الاتحادات الطلابية طبقا لللائحة الجديدة هم أمن الدولة وإدارة رعاية الشاب اللي هم معيني من أمن الدولة بمعنى إيه؟ إحنا في اللايحة اللي فاتت مثلا في البنود الإدارية والمالية المادة رقب 52 كانت تتكلم على صرف أموال الاتحاد نتكلم مثلا على ميزانية طائلة أرقام هائلة بتتكلم على 2 مليون طالب الميزان بياخد من مصول في الطالب من فلوس ومثلا 30% بيروح لاتحاد الجمعة لاتحاد الكلية 70% بيروح لاتحاد الجمعة و10% بيروح لاتحاد طلاب مصر أبرز نقطة خلاف إن صرف أموال الاتحاد طبقا للايحة 2012 كانت واعتمد من اتحاد الطلاب لكن في لايحة العسكر الجديدة الآن إن بيتم صرف أموال الاتحاد بموجب شيك موقع من مندوب وزارة المالية ومن مندوب إدارة تعاية الشاب اللي هو معين من أمن الدولة بالإضافة إلى لم يعد تمثيل اتحادات الطلاب داخل مجالس الجامعات لم يعد تمثيل اتحادات الطلاب في حضور مجالس التهديب للطلاب أيضا لم يعد ولكن في النهاية هذه اللاقعة أحمدية لائحة مؤقتة لحين صدور قانون التعليم العالي الجديد لم تكن لائحة مؤقتة هذه لم تكن لائحة مؤقتة هكذا قال الدكتور سيد عبدالخال حزير التعليم العالي لا خالص اللائحة الطلابية هي أصلا بص الأعلى المجلسة أعلى الجامعات أو قانون الجامعات هو قانون مستقل بذاتها اللائحة الطلابية جزء من شيء ينظم عمل الطلاب داخل الجامعة ولا علاقة له بقانون تنظيم الجامعات المصرية ولا قانون تعديل أو قانون تنظيم الجامعات اللائحة الطلابية القانون قانون التعليم الجديد العالي الجديد المنتظر هو المفترض الذي يقول من الذي يضع هذه اللائحة وبالتالي هذه لائحة مؤقتة لحين صدور هذا القانون يا استوفيق القانون إحنا عندنا ثلاث مسلمات مؤمنين في الدنيا دكتور سيد عبد خليق مش يخترع قانون ويخترع دستور إحنا عندنا ثلاث حاجات الدستور ثم الدستور بيخرج منه القانون ثم القانون يخرج منه لائحة اللائحة لا تعرض مع نص قانوني والقانون لا يتعرض مع نص دستوري هم بيخترعوا حاجات جديدة زي ما قالوا تأجيل الدراسة علشان موضوع المدن الجامعية وشوفنا كان تأجيل الدراسة ما كانش عن المدن الجامعية كان علشان حزمة من التشريعات والقارات القمعية لقمع الطلاب وعدم الخروج في المظاهرات الطلبية لكن خلانا نقول ان هذا الامر ليس بجديد على العسكر نفس الفكر العسكري اللي يحكم الجامعات المصرية هو اللي كان بيدور الجامعات من قبل خلانا اتذكر هنا في لاحة 72 حينما تم استداد اصدار اول لائحة طلابية تعجزية كانت لاحة 72 وجمه بارك بعدها في 84 عدل اللائحة بقوانين استبدادية ووضع امن الدولة فوق ارادة الطلاب وفوق الجامعات جيه بعد كده المجلس العسكري بعد الثورة واحنا وقفنا ولغينا اللاحتين وجينا في عهد الدكتور مرسي اصدرنا لائحة طلابية اللي هي بتتكلم عن اللفات لكن الامر تخطى اي عمل طلابي داخل الجامع احنا النهاردة مش بنتكلم في نشاط طلابي ولا بنتكلم في عمل طلابي احنا بنقول ان احنا الان اصبحنا بنشوف او بنقارن او بنقول للطلبة ازاي هنعرف نخش الجامعة النهاردة استفقى مش بتكلم عن نشاط طلابي ولا عمل سلسي داخل الجامعة لا النهاردة الطلبة بتقف طوابير بالتلاث ساعات علشان تخش حرم الجامعة اصبحت الجامعة المصرية الآن ساكنات عسكرية نقاش الاوضاع الميدانية في اسبوع الجامعة الاول لكن ننوه مش بشاهد الكرم لهذا الخبر العاجل حيث اطلقت قوات الشرطة القنابل المسيل للدموع على متظاهرين في حلوان اذا اطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حلوان نواصل بقية الاغبار